حيث أفادت وسائل إعلام سورية بأن الدفاعات القوية تصدت لأجسام معادية مقابل ساحل السوري هذا وأشارت وسائل الإعلام أن مدينة جبالا في محافظة اللاذقية شمال غربي سوريا تعرضت لهجوم هو الأول من نوعه للمزيد من المتابعة والتفصيل ينضم إلينا من العاصر السوري دمشق مراسل قهر الإخبارية خليل هملو خليل أهلا بك ما الجديد لديك بعد هذه الأخبار التي جاءت بعد استهداف دمشق أول أمس واليوم الساحل السوري الصباح الخير بعد الصباح الخير لمشاهد قهر الإخبارية في الحقيقة الجديد أن هناك قصف إسرائيلي لأحد المواقع العسكرية التابعة للجيش السوري في محيط مدينة جبالا في محافظة اللاذقية وهذا الموقع هو قريب من مطار الباسل أو مطار اللاذقية وهناك قاعدة عسكرية روسية هي قاعدة حميميم هذا القصف وبحسب ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وحاولنا التواصل من أشخاص في مدينة جبلة لكن كما تعلمنا في ساعة بكر الصباح أبلغونا بأن هناك قصف إسرائيلي لأحد المواقع العسكرية وشهدة انفجارات في ذلك الموقع حتى هذه اللحظة لم يصدر أي بيان من السلطات السورية وعادة ما تقوم مزارة الدفاع السورية بنشر تفاصيل أو نشر أقبار أو نشر بيانات تتعلق بالغارات الإسرائيلية إن كانت على مدينة جبلة أو غيدة من المدن السورية كما ذكرت لك رعد الانفجار المكان المستهدف هو كان انفجار كبير ودخلت فرق الانفجار المدني والإطفاء لمحاوة إطفاء الحرائق التي تنبع في ذلك المكان لكن كما ذكرت لك بدون انفجار كان كبير جدا بحيث صعب وعقد من مهمة رجال الدفاع المدني والإطفاء صحيح ما ذكره الخمر بأن هناك أصوات انفجارات طوية وعنيفة جدا في محافظتي اللاذقية وترتوس وناجم عن تصدي وسائل الدفاع الجوي السوري للطائرات الحربية الإسرائيلية التي عادت ما تغير على تلك المواقع من عرض البحر بعض مواقع التوسط الاجتماعية في هذا التوقيت تحدثت عن أن المضادات الدفاع الجوي والقوات الروسية المتواجدة في قاعدة حميمة لم تطلق شيء لكن الدفاعات الجوية السورية إن كانت في محافظتي اللاذقية وترتوس على الساحل السوري فصدت للطائرات الحربية الإسرائيلية كما ذكرتها قادمة من عرض البحر المتوسط يعني الاستهداف إذن كتحديث للخبر هو لقاعدة عسكرية نعم رعا هي قاعدة عسكرية تابعة للجيش السوري بحسب ما تمت الدولة على مواقع التواصل الاجتماعي وأشخاص تواصلنا معهم قالوا أن هناك انفجار في أحد المواقع القريبة من مطار اللاذقية لكن حتى هذه اللحظة لم يصدر أي بيان من وزارة الدفاع السورية توضح الألغار التي تم شنها على محافظة اللاذقية طيب هل هناك من تفصيل ربما رشح حتى الساعة من نوعية الأسلحة المستخدمة هل هو طيران هل هو صواريخ مؤجهة حتى هذه اللحظة كما ذكرت رعا عادة عندما يصدر البيانات من وزارة الدفاع السورية تحدد نوعية الأسلحة لكن كما ذكرت لك حتى هذه اللحظة لم يصدر أي بيان من وزارة الدفاع السورية أما من استطعت التواصل معهم في محافظة اللاذقية أبلغونا هناك طائرات حربية إسرائيلية أطلقت صواريخ من عرض البحر المتوسط باتجاه مدينة جبلة الساحلية إذن لم يتم التحديد بالضبط أو بشكل رسمي إن كانت هذه الغائرات ناجمة عن قصف صاروقي أو بطائرات حربية لكن بالتجارب السابقة وما تم خلال السنوات الماضية عندما يتم استهداف الساعة للسورية وهي تقريبا مرات محدودة يتم عبر طائرات حربية إسرائيلية غير عبر المياه الدولية في المحافظة المتوسط نعم خليل هملو مراسل القاهرة الإخبارية من العاصمة السورية دمشق شكرا لك على هذه التفاصيل